ترجمة نانسي قلت التليغراف البريطانية أن تركيا تستغل حاجة الغرب إليها وانشغلها بالحرب الأوكرانية لتنفيذ هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا مشيرة إلى أن أنقرة تعمل على متابعة طموحاتها التوسعية مستغلة تلك الظروف لنتابع التقرير الأهداف الخفية للاحتلال التركي من خلال استهداف مناطق شمال وشرق سوريا والمتمثلة باحتلال أراضي جديدة واستكمال مخططه التوسعي بدت تتضح يوما بعد آخر أمام المجتمع الدولي تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية قال إن تركيا تستغل حاجة الغرب إليها وانشغاله بالحرب الأوكرانية لتنفيذ هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا مشيرا إلى أن أنقرة تعمل على متابعة طموحاتها التوسعية مستغلة تلك الظروف وكشف التقرير عن مخاوف لدى الدول الغربية من عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي لافتا إلى أن سبب إيقاف قوات سوريا الديمقراطية لعملياتها ضد التنظيم قبل أيام ليس لأنه لم يعد يشكل تهديدا بل أن قسد كانت تواجه قصفا تركيا مستمرا وتهديدات بهجوم بري وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن النظام التركي حاول ابتزاز الغرب في أكثر من ملف من أجل تنفيذ مأريبي الاحتلالية أبرزها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو والحرب الأوكرانية بما في ذلك مسألة الالتزام بالعقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية هجومها العسكري على أوكرانيا في غضون ذلك يرى مراقبون أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يسعى من خلال هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا إلى حشد الدعم الشعبي قبل الانتخابات المقررة في حزيران يونيو القادم مستغلا النزع القومية لدى غالبية الأتراك وحول هذا الموضوع من بيروت ورحب بالدكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأوروبي مساء الخير دكتور خالد أهلا بك في برنامج حديث اليوم سأبدأ من التصريحات الأخيرة التي خرجت من أنقرة بحيث التصريحات خرجت بأن تركيا أو أنقرة أعطت مهلة لواشنطن بخصوص العملية العسكرية مقابل إخراج قوات سوريا الديمقراطية من الحدود الشمالية هذا التصريح خرج فقط من قبل أنقرة ولا يوجد هناك أي حديث أمريكي حول هذا الموضوع بالمقابل أيضا قالت بأن روسيا ستقدم تنازلات ميدانية وسياسية في سوريا مقابل الحصول على تنازلات أخرى في أوكرانيا اليوم إلى ماذا تشير المعطيات الأخيرة هل الذي يحسم الخطط التركية هي المتغيرات والظروف الدولية الأخيرة أم الملف الانتخابي يعني لا شك بأن الوضع في سوريا مرتبط بالأمن القومي التركي بالدرجة الأولى وتركيا منذ إعلان توجهاتها بفتح منطقة تعد 30 كيلو متر هي كانت توجه قبل هذا التوجه قبل حدوث حرب أوكرانيا منذ فترة طويلة ولكن الروس من أططأ في هذه العملية وهم يأخذون الملفات السياسية بما تريدها كل جهة أو كل طرف هم يريدون التحالف مع الأكراد الذين تسعى روسيا كانت لفتح علاقة مع النظام وهم على علاقة جيدة مع إيران هي تحاول من تركيا تخفيف هجماتها لأنها تعتبر أنها ضمن اتفاقية أستنى وبالتالي منذ العام 2011 بقي الوضع كما هو عليه لكن لابد من القول أن تركيا لديها هواجس بالأمن القومي التركي وربما العملية الأخيرة التي حدثت في تقسيم هي من إذا كانت استغلتها تركيا لتعود وتطرح هواجسها ومطالبها ولكن لابد من القول أن هناك عملية حدثت وبهذه العمليات هي وجهة أصابع الاتهام إلى حزب العمالي الكردستاني الذي يخوض معركته الفعلية مع تركيا وهو يتناسى إيران ويتناسى الجميع وبالتالي موقف الأكراد هم موقف متفاوت مع كل دول الجوار وبالتالي هذه العملية بغض النظر إن كانت هواجس تركيا أو غير هواجس تركيا هو سيدفع ثمنها المواطن الكردي الذي اليوم هو غير موجود على الخارطة الجيوسياسية التي تحارب في المنطقة شاهدنا كيف إيران توجه مدافعها وانتقاماتها في مناطق كردستان الشمال شاهدنا السليمانية كيف وضعها وشاهدنا الاستفتاء الذي تم إعطابه من إبل الحكومة العراقية واليوم نشاهد هواجس تركيا وهذا يدل على أن غياب التوافق الكردي على موقف موحد لقراءة للوضع الجيوسياسي هو من يضع الورقة الكردية في عملية التجاذب أما انتظار تركيا واستفزازها يعني نقول بكل معنى الكلمة السياسة هي ليست مبادئ ثابتة هناك مصالح وهذه المصالح تفرض من أجل تحقيقها ولكن منذ بداية العملية وقبل بداية العملية الأتراك وجهوا رسالة فعلية لروسيا وروسيا كانت وما زالت تفاوض تركيا على عملية الانسحابات لـ 30 كيلو متر في العمق وهي طرحت كوباني عين عرب وتر رفعت ومناطق أخرى من أجل إدخال قوات النظام السوري إليها نتحدث عن عراقيل أو عقبات اليوم أو تحديات يواجهها النظام التركي لتنفيذ اليوم مخططه بهجوم عسكري في سوريا مثلا بالنسبة لروسيا لا 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 أبدا أبدا شاهدنا منذ 19 الشهر الماضي والنظام التركي يشن عملياته بطريقة مدروسة هو يعلم جيدا أنه لن يدخل في مستنقع يفرض عليه ولكن هو يتقدم ويحاول أن يوجه ضرباته إلى القطاعات العسكرية هذا بالوقت الذي يصرح للغرب ليقول أنه أنا مستعد أن أناقش مع حلفائي الهواجس الذي أعاني منها وأنا ليس بوارد الهجوم إذا نفستم ما أريد هو يريد إبعاد قوات حزب العمالي الكردستاني عن المناطق لكن كما يبدو هناك تصريح مظلوم عبدالبارح أنه هو مستعد للقتال وهذا كلام يعني أعتقد أنه كلام يعني ردات فعل عسكرية هو يريد جر الأتراك إلى مستنقع لكن يريد أن تدفع القوى الكردية في المنطقة فاتورة عالية وكبيرة وهو يستند على رد الأفعال الغربية لكن هنا دعيني أشير بأن عندما اقتحمت روسيا أوكرانيا هي سمحت لكل القوى بأن تنفذ عمليات دون أي رادع أو الاهتمام لمنطق الآخرين هذا ما تجعله اليوم إيران تحاول الهجوم على كردستان أو الهجوم على مناطق أزربجان هذا ما فعلته أزربجان مع مناطق ناجورني كرباخ هذا اليوم ما تدفعه الحكومة السورية في مناطق أخرى هذا ما تدفعه تركيا اليوم بهذا الإطار لكن القانون الدولي معطل وهو معطل بسبب الارتباك وعدم تحديد مواقف صحيحة وصريحة وربما الحديث إذا أردنا أن نقول بأن سوريا هي ليست مشكلة حزب العمال الذي ينقل مشكلته من جبال قنديل إلى منطقة الجزيرة ولكن هنا دكتور خالد هي مشكلة الدولة السورية الذي تقع اليوم بين عدة احتلالات ولكل طرف وفريق له أجندته مع الخارج لذلك اليوم هنا ارتباك فعلي ولا يستطيع كل واحد أن يضع فوق رأسه ما يريد أن ينصده دكتور خالد اليوم المنطقة أو قوات سوريا الديمقراطية تقول بأنها لا تستهدف الأمن القومي التركي تريد أن يكون هناك قاعدة حوار ثابتة أو يكون هناك قوات للفصل ولكن لا تكون اليوم فصائل تابعة لتركيا أو تركيا بحد ذاتها تكون على هذه الحدود بعمق 30 كيلومتر الجميع يجمع على أن هذا موضوع أو ملف انتخابي خاصة بأن هذه الهجمات جاءت قبل اليوم الانتخابات التركية ولكن بالحديث اليوم عن ما هو ممكن ما هي المقاربات اليوم الأمنية الممكنة يعني لنترك الدواعي الترويجية جانبا وكل طرف يحاول أن يستفيد منها ولكن بالمنطق العام سوريا الديمقراطية ليست دولة وبغض النظر عن مواقف سوريا لا تستطيع تركيا التفاوض مع سوريا الديمقراطية يعني دولة لا تتفاوض مع تنظيم لكن النقاط الذي عبرت عنها سوريا الديمقراطية قد تكون مركز أساسي للحوار ولكن في المقابل هناك عملية عسكرية نفذت ضد المدنيين في تركيا على سوريا الديمقراطية أن تعلم من قفها الواضح وبالتالي من هنا يبدأ الثقة الثقة مفقود في الجنبين ومن هنا يجب الذهاب إلى وسيط نازي يمكن أن يرفع الهواجز الفعلية وبالتالي الاتفاق على ما هو يمكن العمل به ولكن التضرع أنني أوقف عملياتي ضد داعش هو داعش وقف عملياته وبالتالي الغرب يتولى هذا الشيء الانتفاضة الإيرانية تركت كل المجالات واليوم داعش لا تستمد قوتها من إيران إلا إذا عملنا أنه اليوم داعش هي حصان طروادة ونريد الاستثمار بها طوال الفترة القادمة لمائة عم لكن الفعليا هو الكلام الصحيح كيف نؤسس إلى حوار ثقة هذه النقاط الأساسية التي أشرت إليها زميلة العزيزة يجب الانطلاق منها ولكن بالمقابل يجب التخلي عن العنف والقول بأن إذا لسوريا الديمقراطية ليس لها بعلاقة بهذه العملية أن تقف وأن تشجب وأن تدين وأن تحمل المسؤولين هذه العملية بالمقابل نعم هي شجبت دكتور خالد يعني اليوم هي شجبت وأخرجت اليوم تصريحات بأنه ليس لها علاقة وفي تقارير تخرج هذا اليوم هذا اليوم ولكن العملية كما قلت هناك ثقة ولكن هذه العملية حصلت منذ تقريبا ثلاثة أسابيع وربما الشجب كان بوقتها وتثبيت الأدلة قد يكون الجميع يجمع اليوم الانفجار الذي حدث في اسطنبول هو إرهابي لا أحد يقوله اليوم حتى يطالب بتحقيق دولي ولكن تركيا ترفض ذلك دعني فقط أنتقل لنقطة موضوع الحوار والدبلوماسية هنا إلى أي درجة هو ممكن يعني أنقرة طلبت بشكل صريح يعني أردوغان قال لا عدا دائم في السياسة وكان في محاولات للمصالحة مع دمشق محاولات مصالحة بين أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد كان قبل عشر سنوات أو لمدة أكثر من عشر سنوات يعني يوجه اليوم صفات أو مصطلحات مباشرة كالقاتل والإرهابي لماذا من الممكن أن تتغير المقاربات والسياسة هنا ولا يمكن أن تكون الحلول الدبلوماسية متواجدة لماذا لا يمكن في هذه النقطة أن تكون متواجدة لماذا لا ترغب بها تركيا مع أنه اليوم القوى في المنطقة تريد أن يكون هناك حل دبلوماسي أولا لا يمكن الحلول مع فصيل مع تنظيم وهذه نقطة واضحة بالتالي الحلول مع الدول هو مصالح يعني قد نجد وعذرا على مخاطعة كام هناك في محاولات حوار مع حزب العمال الكردستاني غير قوات سوريا الديمقراطية في السابق في السنوات السابقة يعني في عندها بوادر تركية هذا الحوار قد بدأ به السيد أجلان ولكن كما يبدو بأن الحوار الذي بدأ به السيد أجلان والتخلي عن المفهوم العسكري والذهاب نحو الحوار والعمل الديمقراطي قد استفاد منه حزب الشعوب ووصل بحوالي 20% ولكن هناك الخلل في حزب العمال الكردستاني الذي لم ينتبه إلى قائده ومؤسسه وأن يعمل على تغيير الفكرة الأساسية التي نمى في عهدها في 1978 اليوم في 2020 طيب بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية هي يجب أن تفك لأن سوريا الديمقراطية هي ليست فصيل كردي لكل كردستان طالما أن هناك ليس لا يوجد دولة اسمها كردستان حتى الآن دكتور خالد يعني مفهوم قوات سوريا الديمقراطية أعظني أنا قاطعتك كثير بالفترة الأخيرة ولكن قوات سوريا الديمقراطية اليوم هي من جميع المكونات وأغلبها مكون عربي أنا لا أشك بذلك يعني عفوا أنا خليني كف لأن المقاطعة بتاخد وقت وأنا فهمان شو اللي عبتترحي لي يجب على قوات سوريا الديمقراطية الفصل ما بين حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر فصيل أممي للكرد وما بين الفصيل الكردي السوري لأن هذا الفصيل الكردي إذا كان مكونا من كافة الأطراف فهو يجد بأن مشكلته بتركيبة النظام القادم وليس مع تركيا أو عراق أو إيران إنما يقص الأكراد الذين يحملون الهوية السورية ريثما يحصلون على حقوقهم بالجنسية الكاملة والحكم الذاتي واللغة أما إذا حاولنا أن نحمل هموم كل الشعب الكردستاني فبالتالي المشكلة طويلة وكبيرة ولن نستطيع الوصول إلى حلول يعني نقل المعركة من جبال قنديل إلى القامشلي والرقة لن يساعد الأكراد على نشر وبلورة فكرتهم الذي يجب أن يحصلوا عليه وخاصة هنا يجب الانتباه أن الظروف الجيوسياسية التي ترسم المنطقة هي ليست مهتمة بأي مكونات المجتمع أما عن المصالحة فقلت كان حزب الشعوب الديمقراطي وهو يختلف كليا حتى عن حزب العمال الكردستاني له وجهة نظر بأن الصراع من داخل البرلمان والحصول على تمثيل للأكراد في داخل الدولة التركية هو عمل مميز وهنا يمكن المصالحة قد نراها اليوم ما بين روسيا وأوكرانيا الذي حصل التدمير لأن المصالح السياسية هي ليست دائمة وثابتة وليست مستحيلة لكن لابد من القول أن نعرف أن نحدد الاتجاه لنحمي الشرائح الاجتماعية وليس حمول عنوين وشعارات إليكتولوجية قد لا نحصل عليها من شيء طيب سؤال أخير لحضرتك يعني مع أنه ببداية الحديث تحدثنا أنه ممكن يكون في قوات فصل اليوم بالمنطقة يعني لتنهي هذه الأزمة التي اشتعلت في الفترة الأخيرة اليوم نموذج كعفرين ورأس العين وتل أبيض هل يرضي المجتمع الدولي هل تقتنع بها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك فصائل مثل هذه الفصائل على شريط الحدود يعني أنا برأيي أن المجتمع الدولي لم يقتنع بتجربة سوريا الديمقراطية حتى لو دعم هذه التجربة لأنه لو دعم هذه التجربة السؤال هو بالنسبة لتل أبيض ورأس العين وعفرين فلو ذهب بها فعليا لتشسيدها كأمر واقع لكان جسدها في تمثيلها في الدستور الذي حاولت روسيا بناء دستور لسوريا وهي من أبعدت هذه الفصائل لكن اليوم عملية قوة الفصل هي فقط المحتمل بقوة الفصل هو استدعاء قوة من النظام يتم التوافق عليها ما بين جميع الأطراف وهذا قد لا يكون لصالح الأكراد إنما يأتي لصالح الأتراك يأتي لصالح الروس ربما الأمريكان هنا لن ينزعجوا لأنهم هم موجودون وتمثيلهم موجود أساسا في مناطق معينة لذلك هنا الحوار قد يؤسس لمستقبل ما هي سوريا الديمقراطية وعلاقتها في النظام السوري القادم نعم شكرا دكتور خالد مع أنه ما جاوبتني على سؤالي بالنسبة للعفرين تل أبيض ورأس العين ولكن لا أنا ألتلك قد يكون المقترح هو الفصائل الفعلية التي سوف يتم تشكيلها هو النظام لأن لا دون تقبل بوجود قواتنا لا هذه المناطق هي محتلة من قبل تركيا أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به بيروت الدكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير بالشأن الأوروبي أشكرك على كل ما تفضلت به مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم